اهلا بكم نسخة استثنائية من القرن يسقط فيها الكبار تباعا فبعد خروج المنتخب السنغالي والمصري جاء الدور على المنتخب الوطني المغربي في نسخة عقدت عليها آمان كبير من أجل التتويج بلقب غائب منذ 46 سنة هل هو حظ عاثر أم لعنة كوية تأبا رحي أليس هذا الفريق من أطاح بكبار العالم اتباعا أليس هذا الفريق من أحيا فينا حب المنتخب بعد سنوات عجاف توالت فيها النكسات وتعاقبت فيها الأزمات بالمقابل ألا يتحمل الناخب الوطني ولدراجي مسؤولية الإقصاء أمام منتخب متواضع بكل المقاييس ألا تختلف الأجواء الإفريقية تماما عما عشناه في قطر ألم نبالغ في إطائنا لهذا المنتخب لهذا المنتخب حتى تعتقد الجميع أننا ذاهبون من أجل التتويج باللقب يسعدني أن أحب المشاهدين باسمكم في هذه الحلقة بالإطاءة الوطنية مصطفى عيزان أهلا ومرحبا بك شكرا سي مصطفى لهذا الاستضافة هذه جيد سعيد بالتواجد معكم في هذا المنبر هذا تحية ريالي لكم ولكل المتتبعين الكرام تحية لك وشكرا لك على قبل تاو نعم سنستافة كان من المفترض أننا ذهبوا على حصيلة التواجد الثمو النهائي بتواجد منتخب دينا في ربع النهائي لكن من المفترض أو من المتوقع جدا أننا نصلوا له كيف شعش شيء مارات الإقصاء التي تعرضنا لها أمس؟ وأولا هانئا لمنتخب الجنوب الإفريقيا بالنسبة للإقصاء فهو إقصاء مر غير منتظر كانت عندنا فرصة تاريخية لكي نفوزوا بهذا الكأس على غرار إقصاء المنتخبات المرشحة كالسينيغال غانا ماسر دول شمال إفريقيا وهذا هو حل كرة القدم المغرب كان بكل صراحة كان خسوج بهذا الكأس هذي ما كانش عذره ولكن خصوصا المغرب كتكلم عن المغرب اللي هو اللي حتل المرتبة الرابع عالميا قصاء منتخبات كبيرة عالمية كيجي لكان فساحي العاج من هزم عفارق اللي متكون من عناصر كتلعب في البطولة الوطنية كين فوارق في اللاعبين في اللاعبين كيلعبوا في منتخبات عالمية دوريات كبيرة اللاعبين مع فارق اللي كيتكون من عناصر كيلعب في السانتاونس تقريبا واشو فارق الويدات تقريبا كل سانة؟ اكيد فعلا ربما كنظن بأن هذا الفارق هذا كينتك تجانوس كينتك شراسة كين متعودين لعبوا بيناتهم ومتعودين لأجواء لعبوا في الأجواء الأفريقية ربما كانت فوارق البدانية كذلك وكنظن بأن المنتخبات الأفريق كانوا بغي المباراة كتر من المغرب كانوا متحمسين كتر علاجه حيث هم لاعبين مع الفارق اللي رابع عالمياً وكنظن الفضل كيرجع لهم المدرب ديالهم كان طريقة محكامة كانوا منظمين كانوا أكيد حتى المدرب ديالهم قالت صحيح أمس بعد نهاية المقابلة أنه لعبة المنتخب اللي كانت لأواقق ديالهم كشوفة حيث تسبق لي أنه تفوق على النف ما قبل ونفس التكتيك ونفس النهج اللي عبنا به الباح بالفعل أنا رب أنا كنت تكهنت العناصر ديال المنتخب المغربي اللي غي لعبو باستثناء أنا عرفت بوفال موصيب وزياش موصيب وقدرت عادل أمين عادلية لا أستطيع أن تبوفوا الخطأ الواحد اللي قدرت هنا هو البلاسة ديال البوزيسيون ديال عطية الله عطية الله كان خاصه يكون تمة بحكم أن حطية الله لعب مع سانداوز ومزراوي ملعبش مدة طويلة وكانتظن بكل صراحة أن هذا خطأ طعفه المدري عن طريق تشكيل كيف قلت المدريب هيغو بروس عنده الحق كل المتتبعين يقدر يقول لك تشكيل الفريق الواطن وهو يلعب بربعة واحد جوش ثلاثة أو بربعة ثلاثة ثلاثة اللي كتتحول في الهجوم بربعة ثلاثة ثلاثة بكتوسع عرض وطول نعم ومن اللي كتتعلم كوراكي يقول لك وربعة واحد مرابطة اربعة واحد أو لطريقة معروفة ولكن كيف قلت لك الفضل كيرز على المدريب دينام حتى تتراجع المستوى سالم آمن الله لم يكن من أنه كان بالأمس من التعوى إدخال أحد الأسماء الشابة التي تبينت في المقابلة أمام زامبيا نعم كمتبعين سهل نقول بأنه خاص آمن الله يتعاوض ولكن آمن الله كان يقوم بواحد دور مهم واحد دور مهم وهو ما بنسؤل بأنه بما أنه محتلوا الصدارة في المجموعة دياله معطيهم 6 يام يرتاحوا فيها وقال اللاعب كانوا مرتاحين ومتاحين آمن الله بالفعل نقدر ذلك المكان أنا شخصياً نقدر نحط سيباري اللي هو واعد اللاعب واعد ومن اللي خضرها أطار واحد أضافة واللي يقع أباداني الحمد لله ولكن تجربة لآمن الله في ذلك الموقع أكثر من المينوت اللي خاد مثلا سيباري ولكن تقبيع أن في المستقبل سيباري سيكون في ذلك الموقع هذا الميليمي أوفنسيف وذلك التوليتك يعتمد عليه هو أريد بزاف المرابط أمن الله أنا حقنا حيث كنت لا تنسي جام أكي تقطينا دول المجموعات بسبع ديالنوقات سجلنا خمسة ديالأهداف وأنقصنا هدف واحد كيف تشوف هذه الحصائلة عادية؟ هو حصيلة إيجابية إحصائية إيجابية وكما تنسي لدينا المجموعة اللي طحفها المنتخب المغربي رأى أسهل المجموعة كتلعب مع زومبيا مع تنزاني مع تنزاني و كونغو المجموعة ديال المغرب مجموعة السادسة ما هي المجموعة اللي فيها مثلا تلقت الكاميرون مع غانا مع نيجيريا ميصر مع غانا إذن كان مجموعة الصعب ولكن هما لم يكنوا مقنع لم يكنوا في المجموعة لم يكنوا مقنع ولكن حقه الأهم والأهم أعطاهم متيازات كثيرة نحن نحن ولكن المغرب لا يوجد متيازات المتيازات اللي تحققت لي وما بقعوا في نفس المدينة نفس الملابيات التداريب نفس سان بيدرو نفس الإقامة تجنبوا ذلك الصفار للمدينة أخرى اللي يؤدي إلى العاية إذن كانوا مرتاحين وذلك دائما نرجع فرصة تاريخية ضيانة فيها الكأس هذه الفرصة التاريخية اللي ضيانة في الكأس في نظرك كيف يمكن لنا لخص الأسباب لأننا لم يمكننا من استغلالها كما ينبغي شوف بكل صراحة لدينا منتخب مزيان لدينا مدري مزيان لدينا هذا لدينا داعمهم وما ننسوش بأن النسخة الجاية ستكون في المغرب إن شاء الله ويكونوا الواجنة اللائمين اللي يجبتي سيكون لدينا مستقبل ديالهم إن شاء الله من بين الأسباب كنظن بين الأسباب كنظن الحنكة المدريب ديال الخصم نعم كانوا متفوقين لنا بدنيا ما هو متعودين كي لعبوفة الأجواء الإفريقية أجواء خسيارات المدريب هو كيتحمل المسؤولية ومشاعر هو كيتحمل المسؤولية حتى اللاعبين اللي حقشي لاشتع العموم الفارق المتخب الوطني رأى خلق فرص كثيرة كنت حقق ذيك الفرص كنت نداز زائد ضربة زائد كنت شجلات كنت نداز كنت نداز هذا واحد الكرة القادمة المهم في المنتخب الوطني هو أن الاختيارة الوالد الرقراقي مزراوي لم يكن يدخل هذا خاطع فادح إذا حصل إصابة شجلات كان للناس كيلوموا سايس لا سايس بلاك زائد خدمة بزيانة طلع باشي لعب لورجو شكل اللي بقى اللي هرس له رجوع هو مزراوي كنت لعب مزراوي قد ولكن غادي كنت تغييرات بسيطة سايس عميد الفارق أعطال كثير المنتخب الوطني في آخر المشوار ديالو كانوا هما عرفوا ديك نقطة ضعف الأول لشيس المنتخب ذو كيلعب وراء الدفاع وهم عندهم سرعة لقى نمشكل في هذا في النقطة هذه في ذاك البوزيسيون كان يونس اللي كيلعب فرنسا عبد الحميد هذا كتاو من اللائب اللي أنا كان كان معجب بهم ولكن السين ديالو حتاو وراء كان كان المنتعب قبل إذن بالنسبة وتما كي نلاعب لكن في برسلون موار شي فاريق آخر الشادي شادي ولكن لا يمكن أن يغامر به به هذه تجربة هنا يمكن أن نحن كان من الأفضل أن نعطوه ديالو في دول المجموعة نعطوهم ديالو هكذا سيستأنسو كترق الأجواء الفاريقية ومن يحتاجون في ديالو هكذا مهمة لنوقات مهمة ورشة توقع المصر تونس توقع الجزائع لا يزوج على المجموعة إذن كان قنبولة كيف يسميوها موقوت موقوتة إذن خاص هو تقريبا بنفس العناصر لعبهم بكأس العالم لماذا ورد نفس العناصر نفس نفس سيستام ديالو حيث هما عارفين أدوار ديالو المسؤوليات لديهم في نأخذ أملح التي يعجب الكثير من الناس أملح من التي تكون الكرة في اليمين ويكون لعب زياش زياش يمشي مركز اللعاب وأملح تغطية واحد بلا كرة المهم في التغطية هو زياش أملح تغطية زياش لا يبقى معها فلالين يأتي لعب لا يبقى قريب لا يبقى مسائل التي يخدامها في التداريب وفهمها مزيان لكي يخلجوا كورة الدوز في الانتيرفا إذن هذه المسائل وفي الفريق يشجل ويشجل حتى الغياب سوفي بوف وحاكم زياش كان عنده وقع للمرضو للعناصة الوطنية يوم أمس وهم تقبي يكون كانوا واجدين يكون هم الأول بحكم أنهم يعطوا إضافة المهارات الفرضية زياش ورقة رابحة يقدر مباركة ويكون خارج من المباركة ويشجل لك هدف أو يأتي بوف لكي يمشي كيرا ولكن تقبي هي المجموعة على اللعب الجماعي لأنه عادل آمين عدلي أحسن من اللاعبين المهجبين وكيف المستويج ليس ميزة مع باير ليفر كونر أكيد لذلك ليفر كونر هم الأول هم الأولين قبل باير ميونيك قبل منهم وآمين عدلي دائما رسمي ويشجل ويأتي أسس ولكن البعض لم يكن موفق ربما الأجواء الإفريقية سمح قطعتك لا ترى أنه الناخب الوطني لم يكن مصيبا في إبعاد بعض الأسماء التي كان لدينا سوفيان بوفل كنا قدروا أن نكون في ماتش آخر و سوفيان بوفل هو زلزولي نحن نحن كان حديث وكان نقاش كبير حول اللعب السابق الفريق رجاء سوفيان رحيمي والصلاحية نجعلها المدر و المستوى الذي يلعب فيه بوفل والتجربة التي يأخذ مع كأس العالم لا يمكن أن تأخذ راحيمي ودخله تمام سوفيان سوفيان لكن رأينا أنه بوفل تقعب نبات الأشهر لم يلعب مع الفريق له لعب فقط مقابلة واحدة كانت مبارد الجامعة التبارعات للشعب الفلسطيني في اللعب كان فاقد الجاهزية والتجربة والتنفسية ما كانش من الأفضل بالنسبة لنا بشأننا نتفادوا هذا ما لونطون دي هاك نشوفوا اللعبين اللي وجدين هو واليد كي اعتمد للجاهزية فلان بوفل ما كانش جاهز ولكن عنده واحد الخبرة بالنسبة لراحيمي هو متميز لعب كبير كانت خاصة تضطع فرصة إلا ما كانش فاعد الله كانت خاصة يشوفه قبل ولكن أنا أطرح لك سؤال مثلا الراحيمي والزلزولي ما ستلعب الراحيمي والزلزولي أنا لم أفهم ما حالك صحيح لا نحن نحن كم متتبعين نحن 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 نقول خاصة لعب هذا ولكن ما أدرى باللاعبين هو المدرب المدرب رغم تبع راحيمي رغم تبع راحيمي رغم تبع باطنا ولكن عنده اختيارات عنده قناعات كي يأتي مثلا الأول بوفر إلا كان موصيب لا نقاش فيه إلا ما كانش موصيب إلا كان جاهز لا نقاش هو الأول ما كي ينزلزولي ربما راحيمي إذن عنده هذه القناعات هذه شفنا أنه في هذا الدواء الذي كان كانت عديد تقايا الإعلامية تحدثت عن تراجع السوال منتخبات العربية كيف يمكن في السوال المعطة واضح كانت تراجع رأيت مساء تأهل الدور الساعة بثلاثة نقاط كنظن تأدولات تأدولات ومع فرق ربما ما من لابون مساء ومع فرق متواضعة ومحقوش النتائج إيجابية هذه المباريات دور المجموعة الصعيبة الجزائر كانوا عنده واحد آمال يحتفظوا بالتركيبة البشري يحتفظوا بالماضي ولكن ربما الغرور ربما حسن فرق ولا فرق ما بقى فرق صغيرة وفرق كبيرة من اللي كيجي واحد الفارق مثلا اللي متواضع مثلا بحلم موريتانيا وكيلعب مع الجزائر وكيلنتصر عليها رأي عندهم يكون واحد الحماس وكيل واحد العازمة واحد الإصرار بغي ينتصروا على الفارق الذي يشارك في كأس العلام وفارق قوي ومن الجهة الأخرى الجزائر يكون مثلا مغرورين لعب مع فارق المعتنى ينهي انتصروا عليهم إذن كيف بعض العوامل التي تحكم في هذه النتائج التي هي مفاجئة؟ أكيد حاليا في منافسة كأس إفاقع تقايبا جد المنتخبات التي كانت من المنتخبات الصف الثانية المؤهية المؤشحة لأنها تتوجب اللقب كيف يبدو أنه المنتخب الأوفا حدًا من أجل تتوجب بعض اللقب هذا نقطة مهمة ملاحظة إذا رأيت تقريبا في المجموعات دور المجموعات الأغلبية الفارق التي تأهلت في الصدارة تقساو من المغرس سينيغال نتفرج في دور 16 نيجيريا مع الكاميرون طريقة لعب نيجيريا لا يوجد لدي الكأس قبل الخروج إلى المغرب المغرب يوجد لعب واحد نديب التاكسيكي وعندهم لاعب في فرق كبيرة وفي دورية العالمية كنت كان نقول بين نيجيريا أو المغرب المغرب المساعدة الفيضاء إن شاء الله سيجيب الكأس بحكم الفوارق التقنية الآن ملشة نيجيريا نشف صاحب العزمة السينيغال نتيجة تاريخية تاريخية السينيغال السينيغال كانت مرشحة هم حامل اللاقب أو خرج حامل اللاقب خرج الواصف مصر الآن كتبقى تحديثة غانا تحديثة مصر التي عندها تاريخ هي الأولى في السبعات الكؤوس كنتظن الآن كتبقى بين نيجيريا وبين البلد المنظمة ساحي العاج وما ننسوا بأن تواجه ساحي العاج هنا هو يرجع الفضل المنتخب المغربي الذي يجعل هم ساحي العاج دائما تقريبا نقطة نقطة غريبة ثلاثة النوقات ثلاثة النوقات غريبة وهو الآن في دورة ربع النهائي وعندهم يقدر يمش من شاء الله يحصل النهائي ويقدر يجلب الكأس ولكن أنا شخصيا طريقة لعبة نيجيريا هم اللي يأخذ الكأس شكرا لك سين طفاء لكل هذه التوضيحات عفو مرحبا شكرا أنتم مشاهدينا شكرا لكم على حسن الوفاء والمتابعة وإلى اللقاء